عن يوسف بن أسداد قال من نعمة الله على الشاب أن يرافق صاحب سنة يحمله عليها الشاب دائما يكون عنده تعطش للعلم فتجد شاب يعني بدون يتعلموا كذا وراح جلس في المسجد قال خليني والله أجلس معه متعلم معه يطلع صاحب المسجد هذا صوفي يمسكه الدف يقول له أول ما تضرب هون ضربة بعدين ضربتين في نصف الدف وضربة على الطرف يجلس معه في مجلس الذكر ويدق له على الدف هذه واقعة يروح عند شيخ ثاني يروح يشغله بال ما قولك في سيد قطب ما قولك في سلمان العودة وهل تعلم أن أبا إسحاق الحويل يروح عند شيخ آخر يقول له هذا عندك كتاب السنة هذا عندك كتاب صحيح مسلم هذا عندك صحيح البخاري هذا عندك متن في التوحيد لأحمد بن حنبل كذا أقيدة سفيان الثوري كم هذا هو الفرق الشاب فعلياً الإنسان في بداية طلبه العلم يكون يعني خامة قابلة للتشكيل على أشكال متعددة فعندما يقع مع الناس يعني أنا والله أحياناً أنظر إلى هذور الدارسين في الأزهر هم يلامون ولكن لا أريد أن أقول لا ألومهم لكن عبارة قريبة من هذه أني أعرف أن هذا الإنسان عندما درس في الأزهر ينظر بنظرة التعظيم إلى هؤلاء الجهمية تعظيم شيخ نوم ما أعرف كذا وكذا وعندهم كتب علمية وعقلية ويقرأ هو صفحتين ثلاثة من الكتاب ما يفهمها مشان يقرأ صفحة رابعة يفهمها ثلاث صفحات ما يفهم الصفحة يفهم فيظن أن هذا الكلام غير المفهوم هذا هو العلم يأتي بقى الشيخ مشان يحلله هذه المسألة ويقول له هذا القول معناه كذا أشياء في علم الكلام عويصة فهو يتخيل أن هذا هو العلم هذا هو التدقيق وهذا هو التحرير وكذا هؤلاء مجسمة وإلزامات فهنا حشية وعبئ رأسه بأشياء عجيبة طيب ألزموه بالكتاب والسنة وعلموه الكتاب والسنة أنا قلتها وأكلها مراراً أنا مستعد الآن نتخلى عن جميع الكتب التي صنفت في القرون التي بعد في السنين التي بعد المئة الثالثة كلها نتخلى عنها ماذا سيبقى لنا؟ هل سيبقى ديننا أم دينكم؟ ليا سيدي نتخلى عن جميع الكتب معذل القرآن وكتب الصنة ونبقى هذه الكتب هي التي ندرسها ولا نحيد عنها مقدار أمولاً ماذا سيبقى؟ ديننا أم ما أنتم عليه؟ عقيدتنا أم عقيدتكم؟ فقهنا عن فقهكم